موسيقى موسيقى السلام عليكم الرحمن الرحيم الاخوة الزملاء محامي مصر الزميلات والزملاء العزاء من الوطن العربي وافرقيا ابناء العزاء من شباب المحامين تحياتي اليكم جميعا في تتبول سلسلة حلقاتنا بشأن إيصال الأمانة نلتقي اليوم في إطار التصالح في إيصال الأمانة ومفهوم ذلك هو أن إيصال الأمانة المقاوم عنه الجنحة سواء جنحة مباشرة أو غير مباشرة يكون في عدة تصورات تصور الأول أن الجنحة ما زالت مجرد محضر شرطة سواء في قسم أو مركز الشرطة أو تم عرضها على النيابة فيجوز في كل هذه الأحوال التصالح فيها في أي حالة كانت عليه التصور الثاني أن الجنحة أحيلت إلى المحكمة وفي أول جلسة يجوز التصالح فيها أيضاً على أي حال تصور الثالث أن الجنحة متدولة أمام محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم يتم التصالح أيضاً فيها التصور الرابع أن الجنحة صدر حكم فيها غيابياً وقرر المتام بالمعارضة في الحكم الغيابي فيجوز التصالح في جلسة نظر المعارضة أو بأي جلسة تأجلت إليها الجنحة بعد التقرير بالمعارضة التصور الخامس أن الجنحة أصبح حكم أول درجة حضوري واستأنفه المتام يحق التصالح أيضاً أمام المحكمة السينافية بأي حال مثل محكمة أول درجة تصور السادس أن الحكم نهائي استئنافي ويرغب الطرفين فيها التصالح فيه يجوز ذلك أيضاً بأحد طريقين إما التعنب النقض فيها الحكم وتقديم إشكال أمام محكمة جنح المستأنفة والتصالح أمامها بحضور المجن عليه شخصياً أو وكيله محامية بتوكيل عام أو خاصة حسب الأحوال المهم أن يكون التوكيل يبيح التصالح وإما التصالح أمام السيد المستشار المحامي العام بالديرة الصادر بها الحكم ولكن ذلك لا بد من وجود توكيل خاص برقم الجنحة مطلوب التصالح عنها ويكون التوكيل صدوره لاحق لصدور الحكم النهائي فيها وينص فيه على التصالح أمام السيد المستشار المحامي العام في الجنح رقم كذا لسنة كذا جنح مستأنف كذا والمقيدة برقم كذا لسنة كذا جنح جزء كذا وبمعنى شامل يجوز التصالح في أي حال ولو كان المتهم محبوس ينفذ العقوبة حيث يتم التصالح والإفراج عنه ولكن هناك معلومة أما لابد أن نؤكد عليها بعد كل هذه التصورات لابد من التأكد من أن أصل إيصال الأمانة تم تقديمه في ملف الجنحة ليتم التصالح عليه وينتهي النزاع تماما وأنه الإيصال المنصوب صدوره إلى المتهم وإذا لم يتم تقديمه في الجنحة يتم تسليمه للمتهم حتى لا يكون هناك لدى المجنع له أي سند آخر للمطالبة بذات الإيصال مرة ثانية سواء جنائيا أو مدنيا يعني بالخلاصة أني لازم تتأكد أن أصل الإيصال تم تقديمه وإنك على مدار جلسات في بداية الجنحة سواء كان أم محكمة أول درجة أو المحكمة السنافية لابد من التأكد أيضا من وجود أصل الإيصال لأن لو ما كانش موجود أصل الإيصال المفروض أنك بتطلب من المحكمة إلزاب المجنع عليه بتقديمه عشان تطلع عليه هل هو أصل الإيصال المنصوص صدوره لموكلك المتهم أم هو إيصال مغير فلو كان إيصال مغير طبعا هتطعنا بالتزوير ويدا لنا في حلقة أخرى وإذا كان أصل الإيصال وقررت أو تم التقرير بالتصالح يتم التصالح عليه وطبعا الإيصال ما بيخرجش من ملف الجنحة وبيكون كده الإيصال خلص مع الجنحة والجنحة انتهت على خير ويصدر حكم بالانقضاء والتصالح